كيف أصبح قائدا هاو توبيا ليدر سؤال سألوا الكثير من علماء الإدارة وكان السؤال الكبير يا ترى هل القادة يصنعون أم يولدون طبعا كل القادة يولدون ما في أحد يعني يبيضون عارف في النهاية لازم يكونوا مولودين ولكن يا ترى الفكرة هي هل صفات القائد وقدرة القائد بتكون قضية فطرية ولا ممكن الواحد يتعلمها فهنا المسألة يعني سار فيها جدال كثير ونقاش كثير البعض يرى إنها قضية فطرية وفي أشياء تدعم هذه المسألة والبعض يرى إنها قضية مكتسبة وفي أدلة تدعم هذه المسألة يعني على سبيل المثال مسألة إن القضية هذه تكون فطرية أو غير فطرية الأحنف بن قيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله والحلم والأنى قال يا رسول الله يا خصلتان تخلقت بهما أم جبلا الله عليهما قال بل جبلك الله عليهما فهي موجودة فيه بالفطرة ففيه صفات بتكون موجودة عندنا مجبولين عليها بالفطرة قال كمان النبي عليه الصلاة والسلام لأبو ذر إنك مريء ضعيف لا تولين على اثنين يعني لو كنت اثنين هو يكون القائد مش انت فإنه ما عندك القدرة القيادية بالفطرة هذا لا يلغي فضله رضي الله عنه على الطرف الآخر إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فيستطيع الإنسان اكتساب هذه العدلة أنا من وجهة نظري إنه الجانبين مع بعض فمن العلماء اللي درسوا هذه المسألة وأشبعوها بحثا ودراسة ويمكن كتبهما الآن تعتبر من أهم المراجع على مستوى العالم في مسألة القيادة جيم كوزيسن باري بوسنر جيم كوزيسن باري بوسنر في كتابهم اللي أصدروا قبل أكثر من خمسة وعشرين سنة سنة ستة وثمانين نزل الكتاب The Leadership Challenge تحدي القيادة تحدي القيادة يتكلم فيه بعد ما عملوا دراسة كمان مستفيضة ومفصلة على مدار سنوات ترى ما هي الممارسات المشتركة بين القادة ما هي الأفعال والأعمال التي يقوم بها القادة والتي إن استطعنا محاكاتها فإننا سنصبح في نظر الآخرين قادة تعالوا نشوف القادة بيعملوا ايه أعمل زيهم تخلقوا بأخلاق الكرام لن تكونوا مثلهم فالفكرة إذا عملنا زيهم إشي الممارسات اللي إذا احنا اتبعناها وإذا احنا قلدناهم فيها وإذا احنا انتزمنا بممارستها راح نكون إن عاجلاً أم آجلاً ما يطلق عليه من قبل الآخرين لقب قائد فإيش هي هذه الممارسات فخلصوا إلى خمسة ممارسات رئيسية في القيادة إذا كان ما بتعملها أنت بضيع وقتك كقائد إذا أنت كنت قائد ينبغي عليك إنك تقوم بخمسة ممارسات رئيسية هذه الأدوار الرئيسية للقائد اللي ينبغي عليه أن يمارسها باستمرار فطلعوا بـ الممارسات الخمسة للقيادة تحت كل واحدة من هذه الممارسات في عندنا التزامين فعندهم الـ five practices and the ten commitments فكل ممارسة تحتها التزامين بهذه الالتزامين راح تتحقق الممارسة فالممارسات الخمس والالتزامات العشر هذا جوهر وملخص ما خلص إليه يعني جيم كوزن وباري بوسنر في كتابهم The leadership challenge كوزن بوسنر فمن أهم المراجع الآن على مستوى العالم في قضية القيادة ومن ستة وثمانين إلى الآن بيعملوا تطويرات لأنه أبحاثهم القيادية شملت عشرات الألوف من القادة وكبار التنفيذيين على مستوى شركات وجهات مثلا حكومية وقطاع خاص وعلى مستوى دول وعلى مستوى قارات العالم الستة بحوثهم في القيادة شيء مستفيض بأرقام وتفصيلات كبيرة جدا فأقوى ناس بيعملوا research وبحث على مستوى القيادة حتى الآن ويمكن لمن يبيعوا مثلا تقارير أو ريبورتس عشان والله تشتري من الويب سايت معهم بعض التقارير بيكون التقارير مثلا بألف دولار خمسمية دولار. أنت تشتري مثلا والله تقرير من مثلا إطناشر صفحة عشرين صفحة عشان بتشتري دراسة معينة إحصائيات معينة هم عملوها فموادهم على مستوى العالم تعتبر كمرجعية قوية في قضية القيادة بيعتبر بالنسبة لي منهجيتهم وطريقتهم واختباراتهم في القيادة من حجر الأساس اللي أنا بعتمد عليه في برامج القيادية الآن والدورات اللي بعملها في القيادة زي اللي حضروا معنا دورات النجاح في الأعمال وبعد كده تحدي الأعمال عاملين إحنا دورة النجاح في القيادة يوم واحد والقيادة الفعالة ثلاثة أيام فمن ضمن المفاهيم الرئيسية اللي بنشتغل عليها اختبارات وورش عمل وتدريبات وتفصيل بشكل كبير شفتوا اللي حضروا معنا تحدي الأعمال فاكرين المستويات العميقة اللي دخلنا فيها في تحدي الأعمال تخيل كمان بندخل في عمق كبير في قضية القيادة فباختصار الآن لو بدي أعطيك مجرد العنوان مجرد الفكرة ما هي ممارسات القائد وأبدأ فكر فيها ويترى هل أنا باقوم بهذه الممارسات أو لا طبعا تحت كل واحد شيء تفريعات في اختبارات في تقييمات تعرف مستواك الحقيقي الآن وبالمقارنة مع القادة على المستوى العالمي وعلى مستوى القارة اللي انت فيها وعلى مستوى الدولة عندهم اختبارات توريك مستواك انت عندهم واشتريت البرامج هذه كبرامج اختبارات بالكمبيوتر انك انت تعبي وتطلع لك نتائج وتطلع لك غرافس ورسوم بيانية يعني شيء متعمق بشكل كبير جدا وبعدين اشياء الالتزامات اللي اعملها واشياء الاشياء لي عشان اطور من هذه الممارسات عندي هذا يعني عشان انه موضوع كبير ويستلزم انه يكون والله له مجال خاص لنا مفردين الآن لوحده موضوع القيادة لأنه موضوع مهم جدا فلو خطه ودوراته النجاح في القيادة والقيادة الفعالة ولكن حطيك الآن النموذج بشكل نعام كفكرة مجرد عشان تعرف ما هي الممارسات الخمس للقيادة النموذجية الممارسات الخمسة اول ممارسة من الممارسات خلي عندك القدوة بي اروا الماضل القادة بيكون قدوة للاخرين فاضرب القدوة والمثل كن نموذجا للأداء لا تطلب من الآخرين شيء وانت ما بتمثله لما تقولون ما لا تفعلون فالقيادة بالقدوة فأنا دائما بأضرب لهم المثل النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما بيشارك أهله وبيشارك الصحابة في أعمالهم ما كان بيجلس والله في برج عاجي وفي بعيدة عن الناس ما بيتخالط معهم حتى في حفر الخندق حبر معهم كان يعني غير الحفر للخندق قانا إذا حمي الوطيس في المعركة احتمينا برسول الله كما يقول الصحابة فيكون هو بنسبة لهم القدوة كن نموذجا للآداء القضية الثانية الوجهة ألهم رؤية مشتركة انسباير الشيرد فيجن خلي عندهم ننظر للمستقبل تلهمهم وتحركهم كيف أنت يا سراق وسواري كسر بين يديك رؤية للمستقبل لا يبلغ أن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيته مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشركة وأهله رؤية للمستقبل في حفر الخندق لما استعصت الصخرة وضربها بالمعوى واخساره فتحة الروم وفي الضربة الثانية فتحة الفرس يعني مش هنجاوز معركة الخندق قادل إحنا فيها وغزوة الخندق قادل إحنا راح نتجاوز ونسهود الجزيرة العربية بل حنتغلب على أكبر ممالك الأرض الروم والفرس رؤية ملهمة فألهم رؤية مشتركة للجميع صناعة رؤية بتحرك الناس فالقائد بيسقل هذه الرؤية ويحرك الناس نحوها التحدي للوضع الراهن فالقدرة على تحدي الوضع الراهن وهناك دائما طريقة أفضل في دائما حل أفضل وأحسن فدائما ما بيخلوا الأمور ماشية بشكل زي ما يقولوا إيش نمطي وتقليدي دائما في عنده تحدي لرفع المقاييس باستمرار بيرفعوا من أداءهم باستمرار ما يرضوا بالوضع الراهن باستمرار يدوروا على حلول أفضل أجمل أحسن أمثل حتى لو أضطر أنه هو والله يستفيد من أفكار أخرى ومن جهات أخرى. فكرة الخندق نفسها هل كانت فكرة عند المسلمين ولا من الفرس استفادوا منها من مين سلمان الفارسي فما في مشكلة لك أنت دائما توجد طريقة أفضل لمواجهة التحديات اللي أنت فيها التمكين أفسح لهم المجال أعطي الفرصة للناس إنها تشرق وتتألق أعطي أبو سداح فرصة خليهم يعبروا عن إمكاناتهم وطاقاتهم فالقائد بيعطي المجال للناس إنها تبرز وإنها تظهر في وجوده في البعض لمن هو يظهر كقائد يبغى الجميع انكتم على أنفاسه ما أحد يكون عنده أي مجال إنه هو يبرز أو يظهر ولكن من موارسات القادة الحقيقيين إنهم بيمكن الآخرين تمكين الآخرين من الفعل والممارسة الأخيرة التقدير شجع القلوب لامس قلوبهم فن التحفيز القائد هو اللي بيحفز هو اللي بيعطي المكافآت هو اللي بيشجع القلوب وباستمرار هذه الخمسة ممارسات إذا كنت قائد وما بتقوم فيها فأنت بيتضيع وقتك أنا ممكن أفوض أعمال إدارية ممكن أفوض أعمال مالية ممكن أفوض تصميم ممكن أفوض أشياء ولكن في مثلا كمجموعة أنا بأقودها إذا ما كنت أنا اللي والله بدي أعطي الرؤية وبأكون القدوة وأتحدى المشاكل الموجودة وأعطي التمكين وأحاول الجميع مثلا يشاركوا مع بعض ويعملوا مع بعض ويكون عندهم القدر على هذه المسألة ويكون عنده التقدير والتشجيع أجل مين اللي راح يعمل المسألة هذه هذه كانت الممارسات الخمسة للقيادة النموذجية تحت كل واحد منهم في التزامات وفي خطوات لتفعيلها ولرفعها طبعا المسألة الأولى أنك أنت تختبر قدرتك الحالية الآن هذا من الأشياء اللي بنعملها في الدورة أننا نختبر قدرتك في كل واحدة وفي اختبارات علمية يطلع لك بمقاييس بأسئلة باختبارات بتقييمات بنماذج ورسوم بيانية هذا جانب وبعد كده نبدأ نشوف والله كيف الخطة الإصلاحية اللي راح نعملها اللي هو والله في كل جانب اللي هو برنامج تفصيلي يعني حجم المنزمة شميلة بالمنزمة اللي معاكم الآن في موضوع القيادة بتفاصيل كبيرة جدا فقط في موضوع القيادة فأتمنى إن شاء الله أن هذا النموذج الخاص بالممارسات الخمس للقيادة النموذجية يكون أعطانا نظرة ولمحة عامة مع موضوع القيادة إن شاء الله ويكون مفيد بالنسبة لنا جميل اشتركوا في القناة